هذه الرواية عن سيدنا ومولانا الإمام الصادق عليه السلام لاحظوا روعة هذه الرواية لأن شهر الاستغفار هو شهر رجب كما أسلفنا وحديثنا وبرنامجنا نفحات رجبية عن زرارة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام إذا أكثر العبد من الاستغفار رفعت صحيفته وهي تتلألأ يعني يوم القيامة لما يعطى كتابه بيمينه صفحته وكتابه دائما تكون مشرقة ومتلألئة بل ورد عن سيد الموحدين أمير المؤمنين عليه السلام طوبى لمن وجد في صحيفة عمله يوم القيامة تحت كل ذنب أستغفر الله إذن فالاستغفار يحول المعصية إلى حسنة كما ورد في الآية يبدل سيئاتهم حسنات الإمام عليه السلام يقول طوبى لمن وجد في صحيفة أمير المؤمنين عليه السلام طوبى لمن وجد في صحيفة عمله يوم القيامة تحت كل ذنب أستغفر الله في تعبير الصادق عليه السلام إذا أكثر العبد من الاستغفار رفعت صحيفته وهي تتلألأ إذن إحنا أمام شيء عظيم وخصوصا لكل شيء ربيع وموسم باصطلاحنا موسم الاستغفار هو شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان أيضا ترجمة نانسي قنقر